السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لي مع هذه الآية قصص وقصص وحكايات يعني مع إخواني من زمان كثير من الموقف مرت كان يحصل ضيق أو تضيق أو أي شيء من الأشياء اللي ظاهريا بتوقف مسيرة الدعوة فسبحان الله فيحزن يعني الإخوة ويتضيقه ويحزنه ويكتأف ولومي إخواني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو الله سبحانه وتعالى هو اللي فتح للدعوة لأبواب ما حدش هقدر يقفلها ولا تغلق أبواب الدعوة إلا بذنوبنا سيدنا خبابي إخواني في الفترة اللي كانت من ثلاثة هجرية لخمسة هجرية من أسوأ أو من أصعب الفترات اللي مرت على الدعوة الإسلامية في تريخها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سإن خباب لما أسر وعلق خبيب أقصد أسر وعلق في التنعيم على نخلة وظلوا يضربوا بالسهام ثم قالوا له ودمه يسيل أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك عليه الصلاة والسلام فقال والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكوا بشوكة هو ده الفكر بتاع الصادقين يا اخواني في الله يعني احنا طبعا فجعنا جميعا بالامس بغلق ثلاث قنوات او اربع قنوات من القنوات الاسلامية اللي كانت منابر للنور في الدنيا بل في العالم اجمع لان يعني سبحان الله العظيم كانت منابر للنور في الدنيا كلها وفي العالم اجمع ولكن يعني سبحان الله العظيم يعني هذا الدرس في هذه الليلة باذن الله سبحانه وتعالى كان المنتظر ان دكتور محمد علي يعني اخي وحبيبي في الله هو اللي هيعطيه بسبب اننا ان شاء الله هامل منظر على الاحبال الصوتية بكرة باذن الله وخلاصهم يعني عما اشوف بس موضوع ازمة الصوت بالنسبة لي ربنا يشفينا ويعافينا جميعا يا رب انه ليو ذلك والقدر علي ولكن لما حدثت هذه الازمة فيعني اتفقنا مع بعض ان احنا نعطي هذا الدرس مع بعض باذن الله ودكتور محمد طبعا غير عن التعريف لان مش انا اللي اقدمه لان الدرس لا اصلا درسه وجزاه الله خيرا اثرني على نفسه جزاه الله خيرا وتطوع باليوم بتاع الدرس بتاعه يعني لما بدأنا بقى من حوالي خمس شهور كده بفضل ومن الله سبحانه وتعالى فجزاه الله خيرا ويعني هنتحدث الليلة باذن الله سبحانه وتعالى عن ايه الحاجات اللي لازم نتعلمها من هذه الازمة ايه الدور بتاعنا في هذه الازمة ويبتلئ الكلام اخي دكتور محمد علي لذلك الله الحمد بالله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الابه وصحبه اجمعين ثم اما بعد فدينا سمعنا من قبضة الدكتور حازم ان الامة اليوم تمر بازمات تلو ازمات حتكلمنا في الكلام ده اظمنا من عدة اسابيع لما برضو كان قبضة الدكتور حازم اعتذر وجيت مكانه وقالنا انه لا يمر يوم تقريبا لا يمر يوم دون ان تأتي ازمة على المسلمين دون ان يفتنى المسلمون فتنة في دينهم ازمات على كل الاصعدة وعلى كل المستويات وفتن والحقيقة لما كنا بنفكر ان هذا في موضوع الفتن التي تمر بالامة واخرها زي ما اسمعنا الفتنة الشديدة والمصاب الذي لا نملك الا ان نقول ان لله وانا اليه رجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها فان يغلق منبر من منابر الدعوة ومشعل من مشاعر النور ان يحدث هذا الامر ونحن ننظر فان ذلك مما يحزن له القلب لكن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين لتزمع وان القلب لا يحزن وان لترقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا فعيزين نسأل انفسنا اذاء هذه الازمات ايه ليرض ربنا سبحانه وتعالى لما ننظر الى حال الفتن وزي ما قلت لكم المرء لما ننظر الان الى حال هذه الفتن المتتالية التي يبتلى بها المسلمون شرقا وغربا داخلا وخارجا الانسان بيتذكر في مثل هذه الايام ان داب الفتن كان مغلقا من تقريبا الف وربعمائة وسبعة سنة او الف وربعمائة وثمانية سنة جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا حزيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قلنا عسين حزيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الشر مخافة ان يصيبه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير واسأله عن الشر يسأله عن الفتن ايه لا يحصل من الفتن في اخر الزمان ومن هم اثباب هذه الفتن ومن هم المنافقون حتى كان حزيفة رضي الله تعالى عنه يعلم جميع اثناء المنافقين فجاءه عمر جل سيدنا حزيفة فقال له حدثني عن الفتن هو عارف ان سيدنا حزيفة يعلم اخبار الفتن قال له حدثني عن الفتن فقال له حزيفة يا امير المؤمنين وما لك انت وللفتن فما لك بالفتن ان بينك وبينها باب ان بينك وبينها باب كان هذا الباب هو عمر بالخطاب رضي الله تعالى عنه ومن قبله او بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم كان درءا للأمة من الفتن كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا سببا واحدا من أسباب درء العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون جاء عمر يسأل فقال حزيف إن بينك وبين الفتن بابا فقال عمر أويكسر الباب أم يفتح فقال حزيف رضي الله تعالى عنه أرضاه بل يكسر فقال عمر إذن فلا يغلق بعدها حاجة اللي بتكسر ما بتصلحش وقد كان كسر الباب وقتل عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه في نسبة هذه الأيام التي نحن فيها العلماء يقول أنه مات في آخر العام الهجري آخر العام الهجري اللي وحنا في دلوقتي ذي القعدة وذي الحجة مطلوب فصيل الدم إيه سالب مطلوب فصيل الدم إيه سالب ففي آخر العام الهجري قتل عمر بن الخطاب ذي ما تعلمه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق وأنا أتذكر لموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن بعدها ذي من فعشين قتل عثمان بن عثان وبدأت فتنة الخوارج وبعدها بدأت فتنة التشيع وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم واستمرت الفتن أعوام طويلة على الأمة لكن مع ذلك أنا جاي للادي أقول اتفاقتنا ودكتور حازم نحنش جايين نحبط ونحن مع كل الضربات التي تصبها الأمة زي ما قلنا لو عادنا نتذكرها سعلا الإنسان ممكن يحس بإحباط أنا أذكر أننا البارح لما سمعت الخبر بتاع غلق قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الخليجية أسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى تبيله بالموعظة الحسنة والحكبة أنا أقول أن هذا الأمر أنا حسيت فعلا بمعنى الوهن اللي قرأناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسيتها لأول وهنة حسيت أن أنا دخل وأعتف وحسيت خلاص طبق بعضين هنعمل إيه ولا إيه وهنواجل إيه ولا إيه أبلها بكم يوم حملة شعواء حملة شديدة على المتدينين وعلى الدعاء وعلى القنوات الإسلامية لحس أن يشوف الحملة دي يحس أننا أعداء هذا الوطن يحس أن الملتذنين والدعاء إلى الله عز وجل والذين يأمرون بالمعروف وينهول عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على وصيرة هم دول أعداء الوطن وهم دول اللي بيقوضوا بيقوضوا السلام الاجتماعي وبيثيروا الفتنة الطائفية كلام صعب وكلام شديد هم دول اللي بيجروا في الدين هم دول اللي بيجلهم بيجلهم إيه بيجلهم الريالات ولا عمرنا شفنا ريالات ولا عيدين نشوفها ولا نريد إلا وجه الله عز وجل بهذه الدعوة لكن تلاقي حملة شديدة وبرامج وراء برامج وأبلها مسلسلات في رمضان كلها بتظهر الدعاء إلى الله عز وجل والذين يأمرون بدين الله سبحانه وتعالى ويحملون الحق على رؤوسهم ويبلغونه للناس على أنهم ثل من المتاجرين على أنهم ثل من المتاجرين بالدين الذين يقولون ما لا يفعلون والذين هم يثيرون الفتن ويريدون إشعال هذا البلد أو إشعال هذه البلد الإسلامية والله الذي دائنها غيره ولا أقوله من هذا المكان والله عز وجل شهيد على ما نقول إن أحرص الناس أحرص الناس على أمن هذه البلاد وعلى استقرار هذه البلاد وأبعد الناس عن إثارة الفتن بل هم من يئدوها هم الدعاة إلى الله عز وجل هذا الكلام ليس كلامي بل هو كلام الله عز وجل الذي بتعث هذه الأمة وجعل خير يدها في الدعوة إلى الله فقال كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه كنا خير أمة عشان كنا متقدمين في الفنون والآداب والأشعار والتكنولوجيا حتى هل كنا لذلك خير أمة وإن كانت هذه الأمور لا نقول أنها ليست أمورا حسنة لكن هل كانت الأمة فيها الخيرية بسبب هذه الأمور أبدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم هذا هو حال المؤمنين حال المؤمنين الذين حينما يجادلون خصومهم ويجادلون مخالفهم لا يجادلونهم إلا بالحسنة عايدين نتعلم يا شغير عايدين نتعلم المسألة دي احنا لا نعادي أحد ولا نسير الفتنة على أحد عايدين نعرف ذن هذه الأزمة ممكن تكون من فوائدها إن احنا نظهر هذا الكلام الآن نظهر أننا مع ألد أعدائنا ومع أشق خصومنا ومع أشدهم علينا نريد لهم الهداية نريد لهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل المولى سبحانه وتعالى لما تكلم عن طائفة من المنافقين صورة النساء قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنذل إليك وما أنذل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا هؤلاء سل من المنافقين الله عز وجل قال عنهم أن النبي إذا دعاهم لله لله والسنة وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوثا مع أنهم بصد عن سبيل الله ومع أن الله عز وجل قال عنهم أنهم منافقين لكن مولى سبحانه وتعالى لما أمرنا أن يتعامل مع هؤلاء قال لنا إيه؟ قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعزهم العز رضي بتكون لمن؟ بتكون للعدو؟ بتكون للعدو؟ هنا في هذه الآية هي العدو يصد عن سبيل الله ليه؟ لأن هذا العدو أنت تريد له أن يدخل في الدين أنت تريد لها أن يعرف الحق أنت تريد له أن يهتدي بهدى الله عز وجل فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا والمولى عز وجل هو الذي أوصى أهل العلم وهم يمتثلون لهذه الوصية فقال لهم سبحانه وتعالى في محكم تنذيره ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يبقى مين لي بيثرفة المسلمين؟ اللي بيثرفة الدعاء اللي لما دنهم بيتشتم اللي لما دنهم بيقال عنه أنه محرف وأن كتبه محرف يطلعوا يقول يا جماعة كتبنا مش محرف والدليل كذا وكذا القرآن جمع بهذه الطريقة عثمان بن عفان محولوش من شفا والتحرير عثمان بن عفان جمع قرآن محفوظ في الصدور ومكتوب لم يأتي بجديد لما حد يجي يقول لنا هذا الكلام نجذب الفصلة وانعلمه يبقى كده بنسير فتن لما يقول أن كتاب الله عز وجل قال بموت المسيح وبطلبه ونقول لنا الله عز وجل قال وما قتلوه وما صدبوه ولكن شبها لهم ونعلم الناس ونرد على شبهات تتار على ديننا يبقى كده بنسير الفتنة أبدا يا إخواني نريد أن نتعلم من هذه الأزمة أننا مهما قيل عنا ومهما حاولوا أن يسوئوا سمعتنا وأن يحل الناس أن المسلمين وأن الدعاة إلى الله عز وجل وأن حملة هذا الدين مثير كتن ومثير شغب نقول لهم أبدا والله ولنصبرن على ما آذيتمونا والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا كل فتنة لازم المسلم يسأل نفس سؤالين لازم المسلم يسأل نفس سؤالين رؤيثيين الله عز وجل بعد كل أزمة كل أزمة مرت بالأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما علمنا الله بعد كل فتنة وكل أزمة إننا نعرف حكثين رؤيثيتين نعتقد إيه في هذه الهزمة في هذه الهزمة في هذه الفتنة لذلك من المسلم يكون له عقيدة أمام أي فتنة بتحدث لذلك من كله رؤية مش للأسف لكثير من الإخوة بتسارع إلى السب أو إلى الشكل أو بتحبط أو بتمتكف أو بتتعب عن الطريق لو أن عنده عقيدة ثابتة ورؤية صحيحة سليمة بأذلة من الكتاب والسنة أمام أي مشكلة بتعلم لهذه الأمة والله الذي لا إله غيره ليكون أثبت الناس لكن أولا يعرف ماذا يعتقد أمام الفتنة وثانيا يعرف ماذا يعمل يبقى عقيدة وعمل كل مشكلة مرت بالأمة لو جاءنا نمشي كده ونمر مروس صريع على الفتنة التي أصابت هذه الأمة والمشاكل والابتلاءات العظيمة والابتلاءات العظيمة التي مرت بهذه الأمة لابد أن نرى دائما أن الله عز وجل كل مرة كل مرة علمنا ماذا نعتقد وعلمنا ماذا نفعل تجد كل مرة تجد هذا يعني مثلا أيام صلح الحدايبية كلنا عارفين قصة صلح الحدايبية وعلى فكرة هو كان في مثل هذين أيام مرضو في شان هذه القاعدة صلح الحدايبية اتلأت شديدة جدا بل إغلاقات وإذلك أنظى الله عز وجل لصورة سنها سورة ايه في التعليق على صلح الحدايبية سورة ايه شخصين صورة الفتح الفتح ضده ايه لا يكون الفتح إلا بعد إغلاق فالله عز وجل أنزل صورة الفتح صورة الفتح تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الفتنة العظيمة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفتنة الشديدة والحزن اللي مرت عمر والأزمة التي مرت بالمسلمين عمر بن الخطاب يطلع يقول ايه ايها الناس صاحب وخدم مسلم ايها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جاندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت تخيل عمر واحد من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يولي تلمة ديه يبقى فتنة عاملة ازاي فتنة شديدة جدا ايه اللي حصل اللي حصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام زي دلوقتي رأى أنه يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في الرؤية أنه يخرج إلى مكة يعتمر عمر لله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا الحج والعمرة في رب العالمين طلع النبي يعتمر وأمر الصحابة اللي هم يخرج معه ده أول إغلاق إغلاق أن يطلع النبي في ذو القعدة ذو القعدة ده شهر إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة؟ فش من الحج؟ ماذا كده؟ كل القبائل جاية مكة في هذا الوقت لتعزمر وتحج بيت الله الحرام كانوا يحجوا برضو يحجوا من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذم في النابي بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو من العداء بينه وبين كل القبائل تقريبا في هذا الوقت قبائل العرب كلهم يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم بيكرهوا النبي وكلهم بيتأمروا بالنبي والصحابة ومع ذلك يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلا هنطلع نعم العمر دلوقتي عارف مثلها عمر كأن مثلا إيه؟ يطلع 1500 واحد يروحوا مثلا إيه أقدس مقدسات مثلا يروحوا أكبر معبد لبوزة في الهند يروحوا تقولون احنا دلوقتي هنصلي العيد هنا في المكان ده وهم قلة وعادة بسيط والناس رأى اللي هناك تسروا ومسلحين هذا ما حدث بأول مشكلة أول مشكلة ثاني مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويرسل عثمان بن عفاد ليتفاوض معهم ليتركوه يقولوا احنا جايين مش جايين نقاتل جايين نعتامر فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل تطلع إشاءة أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل فيوم الـ 1500 واحد يبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعنا رسول الله باعة العقبة اللي ربنا قال عليها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة باعة الشجرة لما بيعوا النبي بيعوه على الموت أن يقاتلوا يقاتلوا لما علموا أن عثمان بن عفاد رضي الله تعالى عنه قتل في داخل مكة قالوا خلاص عن قاتل تخيل الف وخمشمائة واحد قرروا أنهم يدخلوا يقتلوا المشركين وهم متجمعين في عيدهم في أيام حجهم ومش بس كده وبعد ما يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أشفق شروط مرت على المسلمين في حياتهم في هذا الصلح صلح الحديبية شروط حتى باسم الله الرحمن الرحيم ما تكتبش حتى باسم الله الرحمن الرحيم لا ما نعرفش مين الرحمن الرحيم لا نقول باسمك اللهم حتى كلمة محمد رسول الله ما تكتبش لا ما نعرفش محمد لو أنك رسول الله لا تتبعناك سهيل بن عمرو وهو بفوض النبي اللي يسلم من المسلمين يرجعوه ما يروحش ما ياخدهوش معاهم واللي يرتد من المسلمين لا ترجعه قريش وما يعتمروش هذا العام يرجعوه السنة جاء بعد ما أحرمه وتأقل هدي لا ما انتوش هتعتمروا السنة جاء شروط صعبة مجحفة ويأتي في هذه اللحظات في الفتنة تشتد أكتر وأكتر ويجي سيدنا أبو جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل بن عمرو بفوض النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النبي والصحابة وهو مقيد في السلاسل أبوك انقيده لأنه أسلم يدخل على النبي استطاع أن يفك أسره وهو بالسلاسل ويدخل على النبي يا رسول الله يئتك مسلما فيقول سهيل ولسا النبي عليه السلام ما ختمش بخاتم النبوة يقول له إيه؟ يقول له لا أجيزك العقد حتى ترد هذا إليه هو ده أول واحد قال إنا لن نقضي العقد بعض بسه خلاص بسه عادة مخلص يقول له أبدا لا أجيزه لك يقول النبي أجيزه لي يفضل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات لأقل سيدنا سهيل بن عمر وأسلم بعد كده رضي الله تعالى عنه لكن في الوقت ده كان كافر وأبى أن يرددنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أبو جندل يقول كلمات صحبة أوع الصحابة كلمات المستضعفين اللي كثير مننا بيحسها في الوقت في زمن الابتضاعات هذا يقول له يقول للنبي والصحابة أتردونني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ ترجعوني المشركين يفتنوني؟ ترجعوني المشركين؟ فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول والحديث صحيح أيضا يقول فمررت بجوار أبي جندل وقاربت له مقبض السيف أن يأخذ السيف فيضرب عنق أباه فظن الرجل بأبيه شوف عمر عمل إيه؟ يقرب السيف حيث يقتله يقول له يا هذا يا أبا جندل إن دم الواحد منهم لا يساوي عند الله شيئا بيعيزوا إيه؟ عيزوا عن الفتنة ومع ذلك يضم الرجل بأبيه كل الفتن دي خلت عمر بن الخطاب دي ما قلت لكم بالوقت قال لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلته فتنة جديدة ولا لا؟ فتنة جديدة لكن مع ذلك هذه الفتنة وهذا التضييق كان خير ولا شر كان قمة الخير قمة الخير والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآيات التي نزلت عليه في هذا الموقف نزلت علي اليوم سورة ما أحب ما أحب لو أن لي ما في الدنيا على أن أستبدل بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز لو الدنيا كلها بما فيها أتتني على أم لا تنزل علي هذه الصورة لاخترت هذه الصورة قال الله عز وجل عن هذا الموقف الصعب فتح تخيل يعني ممكن غلق قناة الناس وغلق قناة الخليجية والمنابر الإسلامية والحملة على المسلمين والحملة على الدعاء في البرامج العلمانية ده يكون خير ده يقين الخير إن شاء الله يقين الخير لأن الله عز وجل ذكر في كل المواقف واسمع الكلمة لي جيدا في كل المواقف الأزمات التي مرت بأمة الإسلام في أحلك المواقف منتهى موقف إلا بعز للإسلام إلا زاد هذا الدين عزا إلا زاد هذا الدين قوة إلا زاد هذا الدين إبهارا وعظمة لأنه دين الله عز وجل موقف الحديبية امتهى بإيه امتهى بفتح ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أهو فتح هو فتح فين الفتح ده مش هاي فتح ده المسلمين لما يرجع لنا مسلمين لنا يأتون مسلمين لله عز وجل لنرجعهم ده احنا مش هنعتمر وهنرجع بخفة حنين لم نأتي لما قدمنا له لم نرجع بما قدمنا له لم نعملناش عمره ومع ذلك كان فتحا شوف بقى العظمة شوف لصف الله عز وجل عادينا اعتقدت هذه الأزمة يا إخواني في اسم الله المطيف ان انت ممكن تكون ظاهر الأمر انه هو فتنة انه هو شر لكن حقيقة الأمر انه قمة الخير مش الله عز وجل قال فعثى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مش الله عز وجل قال وعثى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعثى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانكم لا تعلمون كان قمة الفتح صلح الحديبية لما حصل ايه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح تفرر للدعوة دخل في الاسلام في سنة الهدنة سنتين ثلاثة بتوع الهدنة دول دخل في الاسلام عشرات اضعاف من دخلوه منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كان سنة فتحوا مكة عشرة الاف مقاتل اللي كانوا جايين يعملوا عمره كانوا كام الف وخمسمية او الف وستمية فضع ده كان لسه كمان خير اللي في المدينة ايه ده فتح دعوي فتح اقتصادي قالوا والله ما شابعنا من خبر الشعير الا بعد فتح خيبر فتح اجتماعي بعودة المهاجرين مهاجر الحبسة اللي رحوا يهجروا في الحبسة بقالب جعطر ابن ابي طالب جم يوم فتح خيبر كل ده بعد ايه كل ده بعد صلح الحديبية لما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ولارسال رسائل لجميع ملوك العالم رسائل للمقوقس ملك مصر ورسائل لهلاق العظيم الروم ورسائل لقصرة ارسل لهم اصبحت الدعوة بدل ما كانت محددة اصبحت عالمية اصبح في هدنة تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وللاصلاح ولتعليم الصحابة وللبناء الداخلي في الامة جب اكان فتح وانا مكانش فتح ده يكفي به فتحا قول الله عز وجل لقد راضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة لا كفي فتح ان فتحنا لك فتحا ممنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عديدا ادي نموذج نموذج عشان نتعلم هذه العقيدة نموذج عشان نطلع اللي لدي بعقيدة امام الازمات فاننا حاسس ان في بعض الناس اصابهم احباط بعض الناس اصابهم حزم لا يا اخواني لا تحزنوا ولا تخافوا على دين الله عز وجل فدين الله غالب والله غالب على امره كل ازمة مر بالامة زي ما قلت لك تزيد الامة قوة وعظمة الله عز وجل قال عن ازمة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على المنبر وقال مين يعذرني في رجل وصل اذاه الى اهله اللي هو مين عبدالله ابن ابي بن سلود حديثة الازمة هذه الازمة الشديدة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق شديد لم يرى مثله يتهم في عرضه ليما للأسف بيتهم اليوم الدور ليما بيقضف عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف عرض النبي عز سلم بيقضف في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قذف برضه ابلها في حديثة الازمة والله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم عادي نطلع بالعقيدة لا تحسبوه شرا لكم المؤمن امره كله خير مدام على مراد الله مدام مستقيما على صلاة الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حديثة الازك خير خير ازاي ام المؤمنين عائشة بتقضف في عرضه بيقول عنها هذا المنافق ما سلمت منه وما سلم منها ويبقى خير اه لان الله عز وجل اعلمنا في هذا الموقف وفي هذه الصورة التي نزلت تعليقا على هذا الموقف من هو عدونا من هو عدو المسلمين الطبور الخامس اللي بيانخر جسد الامة من الداخل المناتقين بقالة عبدالله بن عبي بن سلول الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم دول اعداء الامة الحقيقيين هم دول اعداء الامة مش اللي بيتطهروا مش اللي بيدعوا الناس للخير هم اعداء الامة اعداء الامة مزير الفتن الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم دول اعداء الحقيقيين أعلم الله عز وجل الأمة في هذا الموقف أن أعداءها قد يكونوا من الداخل وأن أم المؤمنين عائشة ظهرت ضراءتها في هذه الصورة فاتح عظيم جدا ظهرت في العائشة التي نزلت من عند الله عز وجل وأن النور كل النور في اتباع أمر الله عز وجل وفي محكم تنبيله الله نور السماوات والأرض التي نزلت في هذا الموقف العظيم يمكن أن يكون كل الظواهر إنها شر كل الموقف ما تقدرش تطلع فيه خير لكن الخير الله يعلمه مش يوسف عليه السلام بعد كل ما مر بهم من الفتن كل ما مر بهم من الابتلاءات ابتلاء قطع الرحم وإخوانه الذين تركوه في الجب ابتلاء الجب المظلم والوحدة وهو طفل صغير صبي قلان ياسع ابتلاء الأسج والعبودية إنه يروح عبد زليل عنده عزيز مصر وهو الكريم ومن الأكرمين يصبح عبد وبعد كده ابتلاء إيه ابتلاء أنه هو يروح عن نفسه ابتلاء المعصية الذي يطهره الله عز وجل منها وبعد كده كل نساء المدينة يروضه عن نفسه وبعد كده ينتهم بقضية بقضية في عرضه وبعد كل ذلك يسجن يبقى في السجن ابتلاء السجن كل هذه المواقف وتلاقي سيدنا يوسف عليه السلام في آخر قصة يقول إيه إن ربي لطيف لما يشاء لأنه قال قبلها وقد أحسن به إنت ما شكش إلا الإحسان نعم هو لم ير إلا الإحسان لأنه على عقيدة ثابتة العقيدة دي عايزين نطلع بها اللي لا دي عقيدة ثابتة أن الله لطيف بعباده لطيف يعني إيه؟ يعني ممكن يوصل لك ما يليده لكن من طريق أنت ما تعرفوش ممكن يوصل لك أعظم الخير بطريق قد تظنه شرا هو ده معنى من أعظم معنى اسم الله اللطيف الذي يوصل ما يشاء إلى عباده برفق ومن حيث لا يشعرون ظاهر الأمر إنه ابتلاء وإنه فتنة لكن في الحقيقة كان قمة الخير لو جدت شيل من قصة يوسف أي ابتلاء من اللي حصله لن يصل إلى المكانة التي رفع أبويه بعدها على العرش وخروا له سجادا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البذو من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم هو الذي يعلم الغير للأمة ولذلك تجد كل موقف والله الذي لم أقرر الكلمة دي عشان نطلع بها من هذا اللقاء دي عقيدة لازم نبقى متأكدين منها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لذلك تبقى عارف إن ربنا أقسم وربنا جعله حق عليه قال وكان حقا علينا إيه الحق؟ نصر المؤمنين حتى لو كل المظاهر كل المظاهر إغلاق إغلاق للمنابر حمل على الدعاة حمل على المتدينين حمل على الملتذنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متشددين متعصبين متير فتنة بيقودوا السلم القومي كل الكلام الاتهامات الباطلة التي تقالها به والله في كل ذلك خير بحلل في الله في كل ذلك خير لكن اللي تخاف منه مش إنك تخاف على إن الدين زي مؤتلك الدين مر بمواقف أشد ألف مرة من المواقف اللي حنا نتكلم عنه الدين مر بمحاكم التفتيش في الأندلس لما كانوا بيجيبوا المسكنين بيقطعوهم بيشرحوهم قطعا متعددة ويحطوا في ثابوت يفضل كذا أسبوع لا يرى النور حتى يجن المسكن كان بيجن من شدة التعذيب ومع ذلك الإسلام انتهى الإسلام انتهى بالهجمة التترية التي ألقوا فيها أعظم كتب المسلمين تمر بها جسر عملوه في نهر دجلة وانفراط حشان تمر بها عليه الخلول بتاعتهم من كتب المسلمين ومن تراث المسلمين وقتلوا مليون مسلم عدة يوم فقط يوم دخول بغداد هل انتهى الإسلام هل انتهى الإسلام يومما دخلوا بيت المقرس الصليبيون وقتلوا في هذا اليوم مئات الآلاف من المسلمين حتى كانت الدماء تصل إلى ركب من يمرون حول المسجد الأقصى ورفع الصليب على المسجد الأقصى تسعين سنة هل انتهى الإسلام موقف والله أحلك بكثير من اللحمة فيها لكن أنا بقولك الإسلام ما انتهاش ولن ينتهي لن يموت أبدا لأنه دين الله وهو حافظه إنما اللي نخاف منه ولنسأل نفسنا عليه حقيقة بعد أن نعتقد هذه العقيدة السليمة بعد أن نعتقد أن دين الله غالب وأن الله غالب على أمره وأن وعد الله حق إنما نخاف على نفسنا نخاف أن نستبدل لأنه دين الله غالب لا محالة لكن من الشرط يكون بي وبيك من الشرط يكون بي نحنا قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وذاه الجزء الثاني بالكلام نعمل إيه أتركوا الأخي وحبيب صديق الدكتور حازم لكمل الحمد لله وكفة صلاة وسلام على عبادة الذين الصفأ أما بعد كث الله خيرا يعني دكتور محمد علي جزاه الله خيرا أما قال إخواني في الله إخواني في الله مش على الإسلام النهاردة مش أبو لهب بيحارب وعايزي طفيه مليون أبو لهب عايزي طفيه مليون أبو جهل عايزي طفيه مليون أتاترك عايزي طفيه مليون حيائي بن أخطب عايزي طفيه منذ أمد التاريخ ولم تضع الحرب أوزارها ولم تضع الحرب أوزارها بين الحق والباطل إلى يومنا هذا منذ عادة سيدنا آدم منذ أمد التاريخ هم مصممين يلبسون قضية هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه مصممين احنا بنفرق قنوات لان الوقت دي فتنة وفين الاشارة يعني اخواني الفكر ده قديم قديم جدا من المتعصب ومن المتسامح من الذي يدعو للتعصب ومن الذي يدعو للتسامح بلاد العالم اهل الباطل من بلاد العالم اللي بتزعم الحضارة الان الاندلس اسبانيا والبرتغال ده ما دكتور محمد قال الوقت دي لما تمكنوا من اسمانيا والبرتغال عملوا ايه كل دولة الاسلام حاكمها الى الان الاقليات غير المسلمة فيها عايشة بقمة الامان زي مصر فيها نصارى وفيها يهود وفيها كل الاديان ولكن كل دولة اخدوها من الاسلام محوا منها الاسلام محوا شيكسروفاكيا كانت دولة الاسلامية المجر كانت دولة الاسلامية اسيوبيا كانت دولة الاسلامية اسمانيا والبرتغال كانت دولة الاسلامية هل تحس للمسلمين فيها من احد او تسمع لهم انت حاسس بوجود الاسلام هناك ولو حتى قبر مسلم من المتعصب ومن المتسامح امريكا اللي بتزعم التسامح وبتزعم الحرية وبتزعم المبادئ امريكا نفسها يعني كانوا بياخذوا العراقيين الى يعني مكان تعذيب مسميينه ديسكو ديسكو ليه? لانهم كانوا بيعذبوا المسلمين على انغام ديسكو مشغالين انغام ديسكو وهم بيقطعوا في لحوم المسلمين من شدة الاستيزاء والسخرية هذه يا بلاد التسامح هذه تتاشر سنة ودخلوا في الانسك الاسلامية واتلوا تلتميت مصلم وزباحهم وكانوا بيرموهم في النهر الى في الانسك تولقوا طعام الاسماك وقبل كده من عشرات السنين من الاستفل وكانوا بياتباحهم مسلمين بياتباحهم زبح وكانوا بيسلوخوا مكوه المسلمين عشان لما المسلمين كانوا يغطوا شون بالنقاب يسرخوا الواجه اللي غطاته على الانهج اهل الباطل مصممين يلبسونا قضية مصممين يظهروا ان احنا بتوعي الفتنة واحنا بتوعي التشديد واحنا ولكن انا على منهج رسول الانسراط ما نحب ان في اهلنا ومالنا وسنة رسول الله صلى الله تشاكوا تشاكوا بشوكة سنة معروفة معروفة زي البندة من اول رفضة يريدونا ليصرقوا نور الله صلى الله عليه وسلم ومصرقوا نوره هيعملوا ايه القضية معروفة من اول يوم في هذا الدين حربوه بالغمر في الرمال المحرطة حربوه باضرع الحديث حربوه بمكاو الحديث حربوه بالطرد وبالتجوية وبالحصار في شعب ابي طالب حربوه بالسيوف والجند في الاحزام وفي احض وفي سائر الغزوات حربوه وتحارب بالقضاء وتحارب اليوود وتحارب التنصير وتحارب الاحتلال لكل الدول بتاعته وتحارب بالتخطيط وتحارب بتصعيد شخصيات باطلة تغذع المسلمين وتقضهم الى الاوية زي كمال اساتورك الدندة تحارب بكل وزيلة والنتيجة كانت ايه النتيجة معروفة ومحفوظة قدامنا من اول يوم والدندة بينتصر من اول يوم والدندة مكانش معام بارة من اول يوم والدندة بيخزو القلوب وبيخزو الاراضي وبيمكن ليه هيحاربوا يا حاربوا دين ربنا لا تحسبوه شرا لكم كل ما يحاربوا الدين الدندة لا يحارب الا وإسلام قوة مفيش ضربة الاسلام غدا الا وإسلام ضربة بيها الدندة الف عدوة على مدى التاريخ ومقوا الواجهة وبعدين حصل ايه هاد الى الاسلام وحطوا ده من الاسلام المشركين مراحب المرافقين اليهود التنصير الحملات الصالبية القطار الى الهد كل اللي وقفوا بشي دين ومشي دي كلاما اين هم الان اين هم اين كسرى وقيصر كل دورة وبطية وبطية الاسلام امشيره الواجهة لان نسيجة معروفة بعد كل الحرب دي ان الاسلام اتسعى في العالم وقبل ان يكتشف الامريكتين واستراليا كان الغرب كله والنصرانية كلها فاصة اوروبا وكل العالم كان تحت ملك الاسلام وتحت حكم الاسلام ماذا الدين لا يصح عليك وكل ما تجده بمعرف بصدمة كل ما بيزداد طوى وكل ما بيزداد طوى وكل ما بيزداد من الصدمة دي خير عظيم عظيم لها هذا الدين ولا هذه ولا دي الامة في ياسر الحبيث لما شفن في السيد العائشة قريبا الشيعة تصدحوا بالعالم كله كان تسعى وتسعين في المئة من المسلمين جهال فيما يتعلق بامر الشيعة وبيرفعوا صور حسن نصر الله الان ماذا حدث فضح الشيعة امام العالم كله وعلمت حقيقتهم لا تحسبوه شرا لكم اخواني في الله قال تعالى هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وليس له الا شكرا لكم على مرش يومっ شكرا لكم krieك شكرا لكم شكراً للمشاهدة 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 الدعوة سرعتها بتجد أكثر في هذه المضائق وليس سرعتها بتقل الدعوة عاملة يعني بيضة الفرخ من برها كانت متوقفة ولكنها تنم وتقوى وترسخ أكثر حتى تصعد للنور وتخرج وتخرج إلى العالم الدعوة على أمر يديد دعوة سبحانه وتعالى وليس أي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق سيدنا موسى يا إخواني فلا لما ربقنا واختاره قال اجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اجعل لي وزيراً الوزير لغةً جاي من الوزر الوزر اللوه الجبل الحصين المنيع الجبل المنيع يعني كأني كالجبل كالجبل يجلوها أما من استغنى فعنده له تصدى التصدى أفضل جاي من الصدى والصدى جاي من إن واحد يقف في وش جبل ويتكلم يقوم الصوت يخبط في الجبل يقوم يترد عليه تاني كأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل في وجه كالجبل في وجه الهالكين اللي بيتهافتوا على جهنم والله من الله الطريقة طويل وعيز ناس في دينها صلابة وفي دينها قوة ذلك هو الطريق انت عند الوقت وكل يوم قناة شيعية بتفتح وكل يوم قناة تنصير بتفتح وكل يوم قناة عري وأغاني وبغاء بتفتح وكل يوم قناة كربات بتفتح فإذا كان يضيق على دينك وعلى دعوتك ويفتح لأي دعوة أخرى أحرام على دعاة الحق الدوح حلال للفجار من كل جن فيه إخواني في الله إخواني في الله الدين نريد رجلا عايزين راجل بحقيق حقيقي الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش مع القناة الفضائية ومع ذلك انتشر في العلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة الراجل انت أحسن من مئة إذاعة ومئة قناة السنوان تراجل حقيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولكن بعد ما مات المسنة بن حارسة في العلاق بيفتحها ساعد بن أبي وقص في الفرس بيفتحها خالد بن الوليد وابو عبيدة في الشام بيفتحوها عمر بن العاص في مصر بيفتحها كل الصحابة منتشرين في الكرة الأرضية موسى بن نصير وطرق بن زياد وعبا بن نفع بيفتحوا شمال افريقيا والانجلس رجالة وبتنتشر لنص الرين الله سبحانه وتعالى الدين مش محتاج قناوات عشان ينتشر الدين محتاج رجالة رجال في مثل هذه الايام التي نحن فيها ماتوا قتل عمر بن الخطاب ذكرى قتل عمر بن الخطاب جاية بعد ايام او بعد اسابيع بإذن الله واستمر الدين وقام الدين لان كان في رجال تحمل الاسلام تحمل الاسلام اخواني في الله اخواني في الله قال تعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها نأتي بخير منها لو وسيلة اغلقت هيفتح اللي اقضى منها او هترجع تاني الله قادر الله هو اللي نتب لهذا الدين ولكن انت تستهل ان ربنا يرسل لك ولا لا انت تستهل انا مش عايز اقول ان انت السبب انا مش عايز اقول ان اي حاجة بتحصل في الاسلام انت السبب فيها انت السبب اخواني في الله لما سيدنا حنظلة رضي الله عنه حنظلة لما سيدنا حنظلة قال نافق حنظلة لما حس ان قلبه في مشاكل او قلبه فيه شيء احسبيه وقف حياته وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف المشكلة دي ايه كام واحد مننا بيقولك انا قلبي فيه مرض انا قلبي مريض انا عندي مشاكل قلبية ولكن ما فيش حاجة تغيرت ما فيش حاجة حصلت ما امشي ما تغيرش ما تحركش ما واجهش ما تحركش من قبل اصلاح قلبه وتسكيت نفسه يبقى القضية قضية ان انت يعني نريد رجلا رجل يحقيه ابو غريرة لما اراد انه يتعلم دينه يتعلم امر دينه رضي الله عنه افل ثلاث سنين من حياته قاعد مع النبي عليه السلام هيموت من جوع مش قادر يروح السوق يطلب طعام او يقتر الطعام لانه يسيب باب حجلة النبي عليه السلام يخرج النبي يقول حديث يفوت ابو غريرة رضي الله عنه ثلاث سنين وبعد كده بقى امام للدنيا في نقل الاحاديث ولكن انت الوقتي انت الوقتي لما بتقول عايز اطلب علم اعملت ايه لما بتقول عايز اصلح علبي عملت زي حنطلة عايز اتعلم ديني عملت زي ابو هريرة ابو جندل الذي كان يقص قصته دكتور محمد ابو جندل اخواني كان مقايد في اغلاله ولما اراد ان يرضى ربنا رضى ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يعني ما تقوليش انا هامل ايه انا طب انا اجيب ايه انا مقايد بدراسة انا مقايد بكذا اطلب علم ازاي ادعو ازاي ادعو ازاي ابو جندل كان مقايد بيرصف الاغلاف وابتغى رضى الله سبحانه وتعالى ما كانش مضيق عليك انت واحد في الالف زي ما كان مضيق زي ما كان مضيق عليك القضية القضية محتاجة اخواني محتاجة رجولة محتاجة رجولة محتاجة ناس رجال بحقه حقيقي نريده رجلا نريده رجلا انت تقدر انك تبقى راجل راجل بحقه حقيقه ايه انا ليك اجر خمسين واحد من الصحابة اجر خمسين ان احسنت وفعلت ما فعله طب ليه الصحابة كان بيدخل من بام المسجد النبوي يلاقى ابو بخري هنا وعمر هنا وعثمان هنا ويخرج يلاقي سعد هنا ومعازنا انت ما انتش لاقي الجو ده ماشي ما انتش لاقي البادي ماشي مش لاقي اللي يديك خط سير في الدين ماشي ماشي ولكن انت لما بتجاد بتاخد اجر خمسين لانك انت في ثمن فتن ما انتش لاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنك ويرعاك ويربيك ماشي ولكن انت ما قد بخمسين ضعف من الاجر لماذا لا تكن صحبيا كن صحبيا كن صحبيا انصر الدين بما تستطيع اخواني في الله لما سيدنا 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 ابو ريرا نصر الدين في حفز الاحديث وسيدنا خالد نصر الدين في الجهاد كان يعفي ام بالجيش يغلط في القرآن رضي الله عنه ويقول شغلانا الجهاد عن القرآن ولم يحفظ القرآن الا حينما طلق قيادة الجيش الاسلامية سيدنا خالد رضي الله عنه كل واحد كان له صغر سيدنا ابو باكر وعصمان ابن عبد الرحمن الرحيم كانوا في الانفاق على الدعوة وفي دعم الدعوة وكل واحد من الصحابة كان له تخصص بايد بنسابة علوم القرآن والقرآن كل واحد كانوا تخصص ابن مسعود وابن عباس الفقه والافتاء كل واحد كان له مجال وكانوا تخصص وكانوا يتنوعوا وينتشروا في دين الله سبحانه وتعالى يعني اين انت من هذه النماغي عمر بن الخطاب اللي كان راح يقتل رسول الله صلى الله وسلم في يوم من ايام ابو القلوة المجوز هو عبد عبد هدده من يقتله عمر ما عملوش حاجة اللي غيروا ايه يعني في في اثر من الاصدار يعني ثمان ايات من سورة طه سمحهم هم اللي قلبوا حياته من هذا المستوى الى هذا المستوى من هذا الافق الى هزا الافق اخواني في الله يعني عايزين عايزين نبقى على قد الازمة يعني ان اغلق الفضاء واقلا يغلق بازن الله اغلق الفضاء فالارض موجود الارض اللي النبع صلى الله عليه السلام اشتغل عليها ودعا عليها و 아침 يوجد عليها فالارض موجودة احنا عايزينا حلول سهلة الفضاءات يا اخواني ليس تحلل الازمة وايلا فياني اسألكم نسبة المخدرات بعد بالقنوات الفضائية قالت في المجتمع ولا زادت 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 واللي اولغل كده يا بمهوش هو قاعد في بيته وقفل على نفسه وايه اه بس ما جابت خير جابت خير عظيم ولكن احنا لما اتكلنا عليه وظننا ان هي نهاية الدين سبنا الارض بقى سبنا الارض بقى بقى احنا عادين في الفضاء وشاطين الانس عادين على الارض يفسنوا الناس يفسنوا الناس ولكن سبنا دورنا الحقيقي سبنا دورنا واذا تعرض الفضائيات مع المسجد فالمسجد اولى فالمسجد اولى والمسجد هو اللي بيبني الرجالة اكثر هو اللي بيبني الرجالة اعظم وإلا بيوت البغاء كانت في مصر قبل الفضاءات اكتر ولا بعد الفضاءات اكتر هذا ليسه تقليل من حجم الفضائيات ولكن يا اخواني ده تحقيل ده فهم ده ضبط الفهم انك انت تفهم متعتقدش ان الفضائيات تحلس ازمة الكل لا في خمسة مليار كافرة الفضائيات لمحللتش ازمته ابدا ومش هتحلل ازمته من لما ينزل رجالة لسه من ايام كان ذخرا رحيل يعني احد العظماء الله رحمه اللي طبعا ما حدش عرف عنه اي حاجة. احد العظماء اللي كان سبب في دخول الاسلام في اندونيسيا كلها. اللي اندونيسيا دي اسمت بسببه راجل. 200 مليون واحد الوقت مسلم في مزانه. في مزانه واحد. راجل وشال دين. شال دين في امه كاملة وفي دولة كاملة. الراجل الراجل لما الراجل لما بينزلوا بادوا على الله لا تقول لي فضائية ولا غير فضائية ولا تقول لي إذاعة ولا تقول لي مجلة ولا تقول لي جريدة. كل ده ما كانش مع نب عليه صلط السلام. ولكن كان معه رجال. كان معه القنوات لو جاتنا ونحن معناش رجالة هنعمل بقى ايه? هنعمل بقى ايه? هنقعد ايه? هماذا يتحمل فاعلون فيها? اخواني في الله يعني الباطل يريد دايما انه يلبس الحق قاضية. وانه دايما يشوهicz القدس وانه دايما يطلعه اللي هو حيش وهو ولكننا على سنة رسول الله صلى عليه وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون على عدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سائرون موضوع منع القنوات الخضائية موضوع بيستدعي يعني كثير من التوجيهات ومش منع يا اخواني يعني زي ما الدكتور محمد قال هو الوقت لما الحديبية ممنوع تدخل مكة ما ده منع النبي عليه الصلاة والسلام عايش 13 سنة في مكة ممنوع من الدعوة ممنوع انك تتكلم اصلا الدعوة الجهرية مرحلة الدعوة الجهرية كل التعذب والتنكيل والتقطيع والدفن في الرمال واللف حوالين جلود الابقار في الحر الملتهب والكويب مكاو الحريب هو كل ده كان عشان ايه انتم ممنوعين بالدعوة وتكلمهم وهذا ما حدث في ذلك الوقت ولكن انا عايز اقول لكم ان لما الرسول على السلام راحة الحديبية واتقالوا ممنوع تدخل مكة ممنوع طيب الوقتي كان ربنا انزل الصور اسمها ايه صورة الفتح فكان ظهر الامر منع وحقيقة الامر فتح وحقيقة الامر فتح احنا ملناش دعوة اخواني احنا دي مش قضيتنا الدعوة دي ماشية زي دي مش قضيتنا خالص ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مشيها وربنا هو اللي بيحفظه وهو بيفتح ليه ولي بيغرص ديني بيديه سبحانه وتعالى دي مش قضيتنا احنا قضيتنا ان احنا برجالة بعد كده ربنا يستعمل من يشاء حيث يشاء بها انما انك تبقى راجل زي ما حاولنا كده في الدرسين اللي فاته الحد الادنى للالتزام او شروط الجندية لدين الله في الدرسين اللي فاته ان انت تبقى جندي بحقيقه حقيقي تبقى جندي الرسول عليه السلام لا اعتقد انه كان يطمع ان العدد ده يعني خيلوا الرسول عليه السلام مهاجر مهاجر بجنب كده بس عدد كده جنبي على جنبي كده من الناس العالم ولكن كان كل واحد منهم امه من الامم امه من الامم وحده امه ينشر الدين في الارض كلها ينشر الدين يشير الدين في دولة كاملة في دولة كاملة انت فين ودينك فين كنت عايز اجيبلكم معي كتاب رجل اسلم على يديها اربع تلاف اربع تلاف انسان او اربع تلاف كافر يعني هو البشور الشحمان عمد نعم التوفيق الله يرحمه يعني اللي جماعة تبليغ الاسلام طلع على هدي طريقة الدعوة الى الله. واحد واحد وعمل لما اشتغل. ما تستقلش بدورك اشتغل في الدعوة الى الله اتحرك. اتحرك هذا التبلد الديني وهذا التبلد الايماني وهدي البلادة الايمانية اللي اصبحت عندك من الملتزمين اعمل ايه? اصل انا مهموم اصل انا وراء الدراسة. يا ابني انت انت ما تقولش دراسة. ما تقولش احنا كثيرا لما نرى الاخوة المتفوقة دراسيا بتبقى اشد الاخوة تفوقها انت الدين. ما تقولش دراسة. ما تحملش كسلك على شماعة تانية. ما تحملش تخلفك متأخرك على شماعة تانية. ما تحملش الفطور اللي عندك على شماعة تانية. قول انا عندي فطور انا عزنت ضعيفة. انا محتاج اطلب علم انا محتاج. اتقول اي حاجة صادقة حقيقية. ولكن ما تعدش تتحجج بهموم دنيوية. لان ده النفاق بعينه. لما يتقال لك انصر دينك وتلس انا ورايا دنيا ولا هم دنياوي ولا مشكلة. هو ده النفاق اصلا وما لايه النفاق. الصدق دك تقدم دينك على دنياك. والنفاق ان تقدم دنياك على اي شيء. وعلى دينك. فده النفاق. انت منافق لماذا تتحدث بهذه طريقة? لازم كل واحد مننا اخواني في الله يؤمن انه لازم يتغير الاخ اللي ما بيصليش الفجر في الجامعة ده عايزي بقى ايه ده? ولا عايز ينصر الدين بايه? ولا عايز? الاخ اللي ما بيصومش ده وفي هذه الايام من الشتاء وفي هذه الايام الياه اسها الايام السنة كلها في الصيام والسلف سموها الغنمة الباردة اللي في الايام دي بيش اقدر على شهوته على بقين مية ولقمتين مش اقدر ده. ده ماذا ينتظر بينه حين الجهاد ده احنا نصطرين. ده احنا لو اتفتح باب الجهاد هنتفضح. هنفضح لو اتفتح باب الجهاد. هلم ترى الى الذين اخيل لهم كفوا ايديكم واقيموا صلاة واتوا سكاة. كفوا واحد ايده ويده مشغل غصبا عنه سيبوني. سيبوني عليهم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال وتولوا. تو ابعث لنا محفز القرآن. نحفظ القرآن في سبيل الله. جيبنا محفز القرآن. تلاقي واحد في الالف بالله هتراح يفحظ معك. فضيحة. ابعث لنا معلم فقه وعقيدة ينعلم الشارع. اول ما يلاقي. وكان مداري في انه ملك مش لاقي. اما يلاقي. تلاقي سبحانه تلاقي الفضائح. ده احنا لو اتفتح باب الجهاد فضح. هنفتضح. ده ربنا استترنا. ربنا مدينا فرصة. ان احنا نقوم ونستعده ونبقى رجالة. قبل ان يفتح الباب فعلا ويفتضح امرك ومن يفتضح ساعتها. والعزب الله فهو متولن يوم الزحف. متولن يوم الزحف من اكبر الكبائر. عشان كده. اخواني في الله لازم يبقى لنا وقفة. اربع قنوات يعني كانوا بيغزوا ملايين الناس. بالذات قناة الناس تغزي ملايين الناس في العالم كله. وبتوصل الدين في العالم كله. مما عملنا دورة حملة 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 المزحف في القناة الخليجية وكان مع القناة الحكمة. قناة الصغران منا خالص ده ايه؟ اللي هي يعني اصغر القناة الفضائية. خالص عملنا حملة لتخفيذ القرآن. حاكم دبي اتصل بنا عشان ينشر الطريقة في دبي كلها. بلجيك اتصلهم عشان ينشر الطريقة في دبي تبوت وغني عشان ينشر الطريقة. عشاك. من كل الجسف. من كل مكان. مطلق بقوعة تحتها. عادي يجربوا ونصف براءة الاراضي ونصف براءة بفلل. ونصفوا قاعد بأعمارات في اماكن في جلايين ومليارة. جلايين للقرآن. لتحفظ القرآن. ليه دون القرآن. واموال. واحدة خلعت الشبكة بتاعتها سبحان الله العظيم. كل ده الامة فيها خدر من القناة الصغيرة. امال بقى قناة الكبيرة. امال القناة الكبيرة. مش عايزين نتأسف ونتحصر. راجل الواحد يغر حاجات كتير قوي. ويعمل حاجات كتير قوي. ولكن قوم خليك راجم. خليج راجم. خلى عندك دين يا اخي. خلى عندك خلى عندك عطيّقة حقيقية تجاه دينك يا اخي. ما تقولش انا مش عارف لاني الكلام ده كلام يعني ده كلام اللي الدين بقى. انت مش لاها حد يحفظك القرآن الفين واحد بيحفظه والفين مسجد بيحفظه والفين 직ف قرآن في البلد كلها. انت مش لاها حد يعلمك النهاردة فقه وعقده? دة اللي مش لايه حاجة ده الفين واحد يعلمون في قواتي ده شيخ وطلبة علم ومعاهد علمية ودورات في مساجد انت ما انتش لايك ما انتش لايك انت اللي مش عايز انت اللي مشغول مشغول بشوية لعبة عيال كده ان يأتيهم بأسونا ضحن وهم يلعبون قاعدين نلعب في شوية الدنيا حقيرة فانية مهمومين بيها ومشغولين بيها ونسيين دينا ورسالتنا وقضيتنا انت اللي ما انتش قدل المستوى ده بقى انت اللي ما انتش قدل انه ربنا يصطفق ويختارك يعني ولا عزهم الله ربنا يختارنا جمعا من جنز المخلصين فاخواني في الله هذه الحادثة حادثة غلط منابر النور بتثير في قلوبنا كثير من الهموم والاحزان لازم نحزن طبعا لان الامر مصيبة مهما كان ومهما قللنا من حجمه فمصيبة ولكن يعني المصيبة الاكبر والاختر ان يبقى الدين ده القناة وبقى ما بقىش الجالة سيئلة حقين وسيئلة هدو رجال يقولوا فيه رجال يحبون يا صورفير الجالة هنا خلاص يبقى المكان ده نلتموش حمدا لانهما دول اللي هؤلاء الدين العالم زيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المصيبة الاستطارة ونظرة فيه للمسلمين هؤلاء المصيبة من البلاد وسلم هؤلاء المصيبة اللي هؤلاء المصيبة اللي هؤلاء المصيبة الإنسان قراءة ومن الحجد بقصة ما كورما كان من يتكشبوا ما كان يتكشبوا على شر الدين اشتركوا في القناة 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 لما ضرب مثل بقصة بني اسرائيل اللي كانوا مستضعفين كانوا بيقتل ابناءهم ويذبح نساءهم ربنا قال ايه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحضرون كل المطالب العظمى اشتركوا في القناة ونريد ان نمن منة الله ونمكن تمكين والوراثة ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وقارون منهم ما كانوا يحضرون كل المطالب العظمى دي بدأت بايه بالآية من بعدها على طول وارحين الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن ان رادوه اليك وجاعدوه من المرسلين بدأت القصة وبدأت الفتح وبدأت تنكين بامة بني اسرائيل بغلام صغير بطفل رضيع التقتوا اعداءه التقتوا اللي يتربصوا به وقال الله عز وجل ان هذا الالتقاط كان بداية النهاية لهم فقال فلتقطه آله فرعون ليكون لهم عدوا وحزن ان لم هنا لم العقبة مش لم التعليل مش معقول فرعون اخاذ موسى عشان يبقى عدوه ليه انما هو ده اللي حصل بعد كده ليكون لهم عدوا وحزن ومهما كان الحزن شوف قصة ام موسى وهي في الحالة ليه واصبح فؤاده ام موسى فارغة ان كادت لا تبدي به زي الان دلوقتي ممكن الانسان يبقى حزين على الحال اللي وصلت في الامة على الاختباءات على الاغلاق اللي حصل للقلوات الفضائية على الشبهات اللي بتشنع الاتلام على الحملة اللي موجودة على الدعاء يصبح القلب سارغا ان كادت لا تبدي به لو لا اربطنا على قلبها فعايزين من كل واحد انه يربط على قلبه كده ويطلب الله عز وجل ان يربط على قلبه وان يفعل نفسه سؤالا مهما كيف اخدم الدين ممكن اخت النهاردة تمأت الكلام ده تنوي ودأخذ النية انها تربي واحد زي موسى عليه السلام يبدأ الفتح من عنده يبدأ النصر من عنده يبدأ تمكين الامة وتمكين الاسلام وتمكين السنة من غلام رضيع ممكن واحد دلوقتي عنده اي شيء ربنا سبحانه وتعالى اتاه اياه يستطيع ان يخدم به الدين اتاه الله لسانا اتاه الله مالا اتاه الله حكمة اتاه الله اي موهبة اتاه الله اي شيء يبتج به الدار الاخرة وبتجي كيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يبقى بعد معرفنا الواجب العقدي ان احنا نطرئن ونبشر حاجة الوحيانة لنخاف منها ان احنا نستبدل طب هنستبدل ليه لو ما كناش رجالة لو ما حملناش هذا الدين لو ما خدمناش هذا الدين بكل ما نملك بكل ما نملك من قوة ومن كل شيء اتاه الله عز وجل اياه نسأل مستنا النهاردة هنعمل ايه لنصرة هذا الدين وللوقوف امام هذه الحملة ومن اهم ما نفعله ان نبعو الله عز وجل شعايتين ننسى اخواننا اخواني بالدعاء في ابتلاق دلوقتي بيمر بالاخواننا بيمر بالدعاء بيمر بالقنوات بيمر بالمسلمين اللي في الشرق والغرب من اسبوع خلاص المجلس الشيوخ صدق على قرار تجريم النقاب في فرنسا ومن قبله في بلجيكا والاسبوع اللي جايز في اسرائيل في الدولة اللقيطة هيطلع خلاص بمنع النقاب وبتجريم من تلبس النقاب اخواتنا التي يعني يمررنا بهذه الازمة ازمة منع النقاب في هذه البلاد او غير ذلك من الازمات اللي الواحد مش قادر يتذكرها من كثرتها ما ننسهمش بالدعاء علينا واجب واحنا بنسجد واحنا بنقوم الليل لو ما كنا يعني طبعا بنقوم الليل اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا شرف المؤمن الذي هو قيم الليل ندعي ربنا سبحانه وتعالى نبدأ من الآن بدعاء الله عز وجل نختم هذا اللقاب بالدعاء لأن ندعو الله عز وجل ان ينصر هذه الأمة ومنصر الإسلام وعز الموحدين اللهم اعلي بفضلك راية الدين اللهم اعلي بفضلك راية الدين اللهم انصر عبادك وجنودك يا رب العالمين اللهم انصر عبادك وجنودك أهل الحق يا كريم اللهم عليك بأعدائك أعداء دين اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء اللهم عليك بكل من اراد السنة بسوء اللهم عليك بكل من اراد الدعوة بسوء اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم منصر اخواننا المستضعفين اللهم منصر اخواننا المستضعفين في غزة اللهم منصرهم في فلسطين اللهم منصرهم في العراق اللهم منصرهم في افغالستان والشيشان وفي تيمور وفي سائر ثغور المسلمين اللهم انصر إخواننا في أوروبا اللهم انصر إخواننا في الأمريكتين اللهم انصر إخواننا في كل ثغر مستضعف يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين اللهم طهر الأقصى من اليهود اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات اللهم افتح عبادك المسجد الأقصى اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا اللهم لا ترنا فيه يوما أسودا اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا اللهم ثبتنا أمام الفتن ما ظهر منها وما بطن ثبت شباب المسلمين وثبت نساء المسلمين وثبت رجال المسلمين اللهم ثبتهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم رد القنوات التي منعت اللهم رد القنوات التي أغلقت اللهم يا رب ولا تجعل منبرا من منابر الدعوة يغلق يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل منبرا من منابر النور يغلق يا كريم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم استعملنا ولا تستبلنا اللهم استعملنا ولا تستبلنا وامكر لنا ولا تمكر بنا ولا تجعل الدائرة علينا اللهم ثبتنا يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قوي قلوبنا قوي قلوبنا اللهم قوي قلوبنا في مواجهة الهزمة على دينك اللهم ثبتنا على العمل للدين واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين وآخر العوان أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستخدم